السلام عليكم طلبتنا العزاء طلبة كلية التمريض المرحلة الثالثة للدراسة المسائية في المحاضرة الرابعة لمادة التغذية تحت عنوان المنرالز أخذنا في المحاضرة السابقة المعادن الرئيسية وقسمناها وعرفنا شنو وظائفة اليوم سوف نتكلم عن المعادن النادرة أو المعادن الغير رئيسية التي تدعى بالترسة المنرال الترسة المنرال هي ايرون، ايودين، زينك، سيلينيوم، كوبر، فلورايد، كروميوم والماغنيسيوم والموليبيديوم هذه أصالات النوطرين bater guide7888884848888806739999479 المضان levecang 8 saoow you are Jasoda يتم نوضى أنك سهمية معادن النادرة، لأنه واليجمع تدعى تشكيل بهذه المعادن يكون جدا قليل ويقدر بأقل من خمسة جرام فير دي والاحتياج اليومي لها يقدر بأقل من مئة ميلي جرام كم يقرر بأقل من خمسة جرام خمسة جرام أنفر قليل هذا المنظر يسمى من خمسة جرام خمسة جرام من خمسة جرام خمسة جرام خمسة الجرام امكز في الناس من خمسة جرام أعضاء الحمزيز ينجح الكرام هيمغلوبين carries oxygen from the lung to the rest of the body يعني أن الحديد يلعب دور أساسي في عملية نقل الأكسجين خلال الجسم ويقدر بحوالي ثلثي الحديد الموجود في الجسم يكون مرتبط مع كريات الدم الحمراء ويساعد في عملية نقل الأكسجين من الرئيس إلى باقي أعضاء الجسم The main deficiency symptoms is the fatigue, rapid heart rate, development of the diabetes in the children, pica, colonia, and anemia أي علامات deficiency التي تصاحب نقصان الحديد في الجسم سيكون هو الإعياء يكون عوق في الأطفال تقعر في الأضافر وإضافة إلى التهاب الأسنان وإضافة إلى التهاب اللسان والpica هو انحراف الشهية toxicity septum أي علامات تصاحب تصاحب الأشخاص في الحديده وهو سيكون يؤدي إلى الorgan damage والheymochromatomosis أي أنه تجمع الحديد بكميات كبيرة في الأنسجة ويكون تصبق هذه الأنسجة باللون الدموي We are have a many factor that affected in the iron balance عدنا عدة عامل تؤثر على توازن الحديد داخل الجسم Decreased iron intake نقصان في كمية أخذ الحديد that cause of the poor quality diet إضافة إلى الuse of the cow's milk in the children under the age of the 3 years إما يكون كمية أو الquality مال الغذاء الذي يتناول إن سنتكون poor أو استخدام حليب الأبقار في الأطفال الذين عمارهم أقل من 3 سنوات يؤدي إلى decrease in the iron intake عدنا decrease in the iron absorption reduce of the iron bioavaluability because of the use of the sum diet that affected of the iron absorption such as the tea, coffee, high calcium intake والsoy protein إضافة إلى alkaline gaseic medication استخدام بعض العلاجات التي تلعب در الأساسي في الصيغر على حموضة المعدة أو بعض المدكيشن المستخدمة في حالة gastric ulcer إضافة إلى وجود الهوكورم اللي هي أددان الموجودة في داخل الجسم وإلى المال absorption disease عدنا increase in the iron lose إما يكون عن طريق surgery أو يكون gastro-intestinal أو the gentle urinary lose of the blood إما يكون عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق فقدان الدم عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي increase in the iron need عن طريق growth زيادة احتياج الجسم لالحديد خلال فترة النمو وخلال فترة البريغنانسي recommended intake of the iron according to the RDI of the age يعني حسب recommended daily allowance أعمار الإنسان من 19 سنة هو أكثر يحتاج إلى 8 mg of the iron per day while during the pregnancy this amount is increased يعني أنه خلال فترة الحمل أنه نسبة الحديد سوف تزداد حيث يصبح معدل احتياج الجسم للحديد اليوم الواحد هو 27 إلى 30 mg while in the infant that born from the mother that have the iron deficiency anemia are at risk of the low breath weight and the preterm delivery يعني أن الأطفال الذين سوف يأتون أو يولدون من أمهات تعالي من فقر الدم سوف يكون معدل أو الوزن الجسمهم يكون أقل من الطبيعي إضافة إلى يعدي إلى حدوث ولادة مبكرة the next one is the zinc they have many functions of the zinc is the act as the enzyme cofactor يلعب دور أساسي كعوامر مساعدة للإنزيمات deficiency septum reduce of the appetite test acute إضافة إلى الdiارية والpoor wound healing the main text septum that relation with the zinc is the impact of the copper absorption state reducing of the immune response decrease in the HDL cholesterol recommended intake of the zinc in the adult female is 8 mg per day while in the adult male is 11 mg per day the next one is selenium the selenium has antioxidant play role in the cancer prevention and the maintenance of the thyroid and the immune function دور أساسي في الحفاظ على الغدة الدراقية والجهاز المناعي ويلعب دور أساسي في الpreventation of the C.A. وإضافة دور أساسي في الantioxidant deficiency septum hypothyroidism toxicity septum hair loss garlic breath fatigue إضافة إلى الintestinal compliance إلى الأمراض المعوية recommended intake 55 microgram per day يجب أن نركز هنا أنه كمية احتياج السلينيوم كمية احتياج السلينيوم هي 55 microgram وليس ميليغرام the next one is الكوبر the main functions of the copper is need for binding of the iron transport protein transferrin يرتبط مع البروتين الموجود مع الحليد ليسهل في عملية النقل وإضافة إلى play important role on the collagen and the connective tissue synthesis and wound healing اللعب دور أساسي في عملية التآم الجروح لأنه يدخل في تخليق وتصنيع الكلاجين والconnective tissue deficiency septum anemia bone demineralization قلت معدنة العظام toxicity septum هو vomiting diarrhea cirrhosis cirrhosis إضافة إلى liver fatigue الأهم deficiency septum التي ترافق أنه النقص في الكوبر هي ستكون الأنيميا والbone demineralization انقلت في معدنة العظام بينما التسمم في الكوبر سوف يصاحبه البوميتيng الدياريه السيروس والليف الكبد والليفر فاتيغ السيروس 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 الفلوريه لديه أهم important role for the mineralization of the bone and the teeth إضافة إن إذن نسيساري في نخر العظام while toxicity septum هو الفروس هو الوميد الأسنان الريكمند انتاك هو 2mg per day in the adult female while 3mg per day in the adult male الكروميوم act as the co-factor in the actions of the insuline body عام المرافق المساعد في العملية الاخش of the insuline داخل الجسم ثانيا هو المتين of the abled glucose hemostasis عمال يلد يحافظ على تجانس لكلوكوز مع الدم أن الدفجنسي septum الحروميوم deficiency is responsible to cause of the glucose intolerance it is rare toxicity septum not reported at this time or this moment recommended intake in adult male up to the age 50 years 35 microgram per day while in the female 25 microgram per day the next one is the iodine the functions of the iodine is the component of the thyroid hormone which are responsible for the regulator of the temperature metabolic rate and the enzyme action of the body or enzyme acting in the body or dour as as see for the the hormone that the the durekia and the durekia toxicity septum who a thyroid disease recommended intake who 150 microgram per day for the adult and the prolonged iodine deficiency caused the enlargement of the thyroid gland that is called goiter in no no nukos iodine di fatra to will so for you add the to the dach on the durekia and the durekia and goiter المنغنيس the last one have many functions is our acting in the bone formation metabolism of the carbohydrate protein and fat يلعب دور أساسي في تكوين العظام وله دور أساسي في عملية أي الكاربو hydrate وال proteine وال الدهون deficiencies septum slower growth or the empire growth and glucose intolerance يقللنا من معدل النمو ويعيق النمو ويلعب دور أساسي في glucose intolerance toxic septum هو neurological septum علامات عصبية recommended intake هو 2.1 milligram per day for the adult person thank you